كمان تفقد رئيس مجلس الوزراء استراحة الرئيس محمد أنور السادات في سانت كاترين ودي يعني استراحة شهيرة جداً احنا عارفينها وعارفين متى كان يذهب الرئيس السادات إلى هذه الاستراحة واعتقد أنه زيارة السيد الرئيس النهاردة هيكون لها أثر كبير جداً وزير خالد فودا محافظ جنوب سينة من الوزراء وانا قلت الكلام ده قبل كده اللي بيتعامل مع الناس في جنوب سيناء باعتباره أبوهم أو أخوهم الكبير أنا حضرت بنفسي جلسات كثيرة جداً كان يشارك فيها الوزير خالد فودا يعني مش مشاركة لأنه محافظ لا كان بيتعامل مع الناس على أنه واحد قريب منهم واحد يعني معهم في حزنهم معهم في فرحهم معهم في افتتحتهم معهم في زيادة استثماراتهم ساهم بشكل شخصي في حل كثير من المشاكل الاستثمارية اللي كانت موجودة في مدينة شرم الشيخ وأيضاً كان بيخرج معهم لجولات خارج جمهورية مصر العربية في معارض تتعلق بالسياحة أعتقد أنه احنا هنشوف تطور كبير بعد زيارة رئيس الوزراء اليوم وأكيد المحافظة هيبقاله رؤية لتطبيق كل ما يتفضل به السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم ترجمة نانسي قنقر